إنه العام الخمسون بعد الألف وتسعمائة أجلس هنا وحيدا بينما أكتب مذكراتي بسرية تامة لأني لا أستطيع أن أتكلم بما اكتشفت أو رأيك فقد أرغمت على إخفاء الحقيقة وعدم البوح بها ولا سبيل لي سوى الكتابة وإني لا أعلم إن كان لكلامي هذا فرصة بالخروج إلى النور ولكن لا بد لي أن أقوم بواجبي وأكتب مذكراتي لأروي لكم الحقيقة الكاملة بخدعة القرن العشرين موضوع خدعة القرن العشرين على ليسان شاب أمريكي بسن الثلاثين أرسل إلى أقطار الأرض المجهولة ليطلع على أسرار الحكومات والحقائق السرية فأصبح يعرف الأدميرال وبيت قصته محرمة ولا تقال ولكن كان الشاهد الوحيد الذي كتب ما لا يقال هذه قصة الأدميرال ريتشارد بيرد الحقيقي المحرفة بالقرن العشرين ولد ريتشارد بمدينة وانشستر فيرجينيا الأمريكية بـ 25 أكتوبر سنة 1888 من عائلة أمريكية من طبقة النبلاء وذات جذور عميئة بسلالة الحكم متغرغلي بالسياسة والمناصب الحكومية الرفيعة وخصوصا أن والد ريتشارد الأب كان محامي وصحفي والسياسي بيرز وكانت عائلته إلى نفوذ للإطلاع على الأوراق الحكومية السرية انتسب بيرد لمعهد فيرجينيا العسكري وبعد سنة ساعدته الظروف المالية بالانتقال لأكاديمية البحرية للولايات المتحدة وتم تعيينه كضابط بحري بـ 28 مايو سنة 1908 وهو بسن العشرين من وقته بلش تحضيره لأمر حيكشف أعظم أسرار الأرض بـ 8 يوليو سنة 1912 تخرج بيرد من الأكاديمية البحرية وكلف برد بالضابط بالبحرية الأمريكية وأثناء وجوده كان يعاني من إصابتين بكاحل الأيمن وعلى الرغم من السماح له بالبقاء بالأكاديمية البحرية إلى أن إصابته أدت بالنهاية إلى تقاعده القصري سنة 1916 بس هذا الأمر فتح له باب من الأسرار خلال السنوات الثمانية اللي أضاهه بالبحرية صار فيه أمر غريب ومش مفهوم بغض النظر عن التدريب اللي اتلاقاه هناك إلا أنه اطلع على كتير من الحقائق فبعد اتصاقه بمدة أصيري تم تعيينه كمفتش ومدرب للميليشيات البحرية تم ترئيته كقائد للميليشيات برود آيلاند كان منصبه رفيع بالبحرية الأمريكية يلي أتح له مجال للإطلاع على وسائق وخرائط قديمة تعود الكورون الوسطى وما قبلها وبتظهر أراضي وبحار غير موجودة بخرائط العالم اليوم فظل برود منخرج بدراستها لغاية سنة لحد ما أعلنت أمريكا دخولها للحرب العالمية الأولى يلي امتدت لأربع سنين وانتهت بسنة يعني أن أمريكا دخلت العام الأخير من الحرب اضطر برود بهذه الفترة بترك أبحاثه لأن تم استدعائه إلى خدمة العسكرية وتعيينه بمكتب العمليات البحرية وانتقل بعدها إلى مدرسة طيارة البحرية بولاية فلوريدا فصار طيار بحري برقم 608 سنة 1918 وقاضي قوات الجوية البحرية بمحطة هاليفاكس بنوفا سكوتيا وهيدي المهم تم ترئيته إلى ردبة ملازم قائد أصبح برود طيارة متميز بالإضافة إلى السلطة والردب العسكرية بالإضافة إلى جثور عائلته النبيلة بأمريكا امتلك كل المقاومات لإكتشاف حقيقة الأراضي بالخرائط القديمة وبانتظار الضوء الأخضر من الحكومة والتمويل المادي لهذه العملية ولحصن الحظ كان بيرد صديقا لأتسن ووالده هانري فورد صاحب شركة فورد فأم بإطلاعهم على الخرائط يلي بتظهر أراضي غريبة بالقدب الشمالي وأراضي ممتدة مع بعض الجدار الجليد مما عدى لأعجاب فورد الإبن والأب فأصبحت شركة فورد الممولة الرئيسية لإكتشافات ريتشارد بيرد بأراضي الجليد بسنة 1926 قام بيرد مع زميله فلويد بينيت برحلة فوق القدب الشمالي لمدة 15 ساعة و57 دقيقة ادعى كل من بيرد وبينيت أنهم وصلوا للقطب الشمالي على مسافة 2535 ميل بطائرة جوزفين فورد الغريب بهذه الرحلة إيه شغلتان؟ أولا أنه الرحلة انطلقت من جزيرة فيسفيرجين النوروجية تابعة لأرخبيلة سفالبارد بالقدب الشمالي النائي والأمر الثاني شو يلي اكتشفوا ريتشارد هونيك؟ وشو السبب يلي جعل الكونجرس الأمريكي بيقوم بتقديم ميدالية الشرف إله وترييته لردبة رائد؟ من تفاصيل هذه الرحلة والمعطيات بيبين أنه في قسم كتير كبير من الحقيقة تم إخفاءها تماما وهو يلي حيكشف الأدميرال بعدين من خلال مذكراته السرية بس علينا بالأول أنه نفتش عن إجابة لغز أنه لا تم اختيار الجزيرة النوروجية كمحطة للانطلاق نحو القطب الجواب البسيط لأن هيدا المكان بيقع بالقدب الشمالي وبالتالي هو أقرب مكان للانطلاق نحو القطب بس الأمر المفاجئ أنه بهيدا المكان وبالأرب من بلدة لونج ييربيان في نفق أرض كبير بيمتد تحت لمسافة غير معروفة والأمر يلي ما بتعرفه أنه بهيدا المكان تم تشهيد بوابع ملاقة يعرف حاليا بقابوس فالبرد العالم إلى البذور أو بنك البذور بوقتها صرحت الحكومات أنه مجرد مخزن عملات لكافة أنواع بذور النباتات بالعالم بس هل هو مجرد مخزن؟ وأما بالنسبة للغز الثاني والأكبر شو اكتشف بيرد بشمال حتى تم تكريمه ترقيته إلى رتب الدرائد للأمان التاريخي ما منقدر نجزم بشكل مطلق بحقيقة ما اكتشفه هناك بس وفقا لما جاء من مذكراته السرية وأيضا بالخرائط الجغرافية الألمانية جيراردوس ميركاتو بروحلة الموثقة للقدب الشمالي قال فيها أن القطب الشمالي ما هو إلا أربع جزر عظيمة بيقسم البحر بالمنتصف يقع جبل اسمه موميرو أو شو بيسير أو ما يعرف تاريخيا بروبيس نيجرا بيعتقد أنه المسؤول عن مغناطيسية تشماله تشدد تأثير الطيارة المغناطيسي يلي بخلي من الصعب أو حتى الاستحالة مرور الطائرات فوقه وهو ما بيفسر أنه رحلة بيرد امتدت نحو عمق 1535 ميل فقط قبل أن يستدير ويعود أدراجه إلى قاعدة الانطلاق وما سيثبت حرفيا أن القطب الشمالي ليس عبارة عن ركعة من الجديد فقط بل أنه الخرائط السرية وعودت الأدميرال مرتاني لهناك ولكن بعد عدة عوام أكيد ما انتبهت لجزء من قصة رحلة بيرد وصديقه بنيت للشمال فهو ما قال أنه اكتشف القطب الشمالي بل قال أنه سافر العمق ما يقارب 1500 ميل وهذا يعني أنه ريتشارد بيرد وفلويد بنيت ما كانوا أول ما اكتشف هيد الأراضي كما بتدعي الحكومة الأمريكية بالحقيقة أنه أول رحلة كاملة فوق القطب الشمالي صارت بـ 18 مايو سنة 1926 من خلال المنطاد نورج يلي طار من جزيرة سبيتس فيرجين مرورا فوق القطب الشمالي بدون توقف ولاحظ هون كتير منيح أنه عم نقول أول ما اكتشف القطب الشمالي من الداخل ومش اكتشف هيد الأرض لأن أول ما نوسطه قبل عصر الحديث هو روبرت بيري بستة أيبرل سنة 1909 لما سافر الرحلة بأكمله على زلاجات الكلاب وتاريخيا يعود اكتشاف القطب الشمالي إلى مجموعة من الرحالة الغرب والمسلمين وبالحقيقة رحلة المنطاد نورج يلي طار بشكل كامل ولأول مرة فوق القطب الشمالي ضمت للتأكد من أقوال الأدميرال بيرد حول الجزر الأربع بالقطب الشمالي والمدخل السري بجانب جبل روبيس نيجرا انذكر بتقرير المستكشفين الأربع برحلة المنطاد الإيطالي نورج إن لقطب الشمالي مش متل ما بيعتقدوا العالم ولكن سرعان ما تم إخفاء أغلب الوسائق عن هيد الرحلة وأيضا بتقرير قامة البي بي سي البريطانية بكشفه بعد تسعين سنة من تاريخ اكتشاف القطب الشمالي بيتحدث عن جزيرة مأهولة بتوقع فيه وإنها من أسرار الأرض المتفونة هناك تحوي على مخلوقات ومناطق غير مغططة بالجليل والغريب بالأمر إنه خرائط العالم اليوم بفرجونا فيها إن القطب الشمالي عبارة عن رقع بيضاء من المياه المتجمدة فقط نستنتج بصورة دراسية مش أكتر إنه خرائط ميركاتول القطب الشمالي قد تكون الأقرب للحقيقة أي إنه عبارة عن أربع جزر بنص جبل مغناطيس عظيم ولكن السؤال الأكبر يلي بياخد منه الكتير من البحث والتفكير هو هل يلي قاله الأدميرال بمذاكراته السرية عن وجود فتحة وممرات دخلية ممتدة أسفل القطب الشمالي تصل إلى مدن وأراضي خفية هل هيدا حقيقة أو مجرد خيال؟ للإجابة على هذا السؤال علينا أنه نبحث بالكتب للحضارات القديمة عن أسرار القطب الشمالي وبوابات الأرض الخفية إن كانت حقيقية أو مجرد قصص عابرة أو ضرب من الخيال فمنلاقي بالحضارة الأساوية وعلى رأس الصين ذكرت وتكلمت كثير عن جبل شوميسان وهو جبل يلي بتوسط القطب الشمالي وإنه عبارة عن بوابات لمدن شامبالا وأجارثا تحت الأرض وحتى بقول الرهبان التبت لحتى الآن أنهم بيحرسون بوابات العالم الداخلي ومدن أجارثا حتى أنه زعيم الألماني هتلر كان مؤمن وبشد بهذا الأمر وأرسل العديد من قادة النازيين لتوطيد العلاقة معهم والحصول على خرائط العالم الداخلي أو أنفاق الأراضي الممتدة إلى الأراضي مع بعض الجدار الجديد لذلك من الواضح أنه لقصة الأدميرال ريتشارد بيرد أصولا ووثائق تاريخية مع ذلك ما فينا نتأكد أو نكذبه لأنه من العلوم الغيبية يلي بيبقى السر الأول والأخير عند الله سبحانه وتعالى بحسب ما كده بمذاكراته أنه شاف جبال ما شافه بحياته قبل ونهر صغير يبدفق من وسط الجبال وأشجاره غابات كثيفة على المنحدرات الجبالية بعد ما أبلغ الحكومة الأمريكية بهذه الحادثة يلي شهد عليها طائم فريقه تم إجباره على كتمانة بالكامل وعدم التحدث بها تحت أي ظرف وعتبرت من القضايا الحكومية فائقة السرية وريتشارد كتب كل شيء هون بمذاكراته لأنه هي السبيل الوحيد يلي بيقدر يبوح بالحقيقة الكاملة وما بيعرف إذا حتشوف النور أو لا على الرغم من أنه هيدا القصة صعبة التصديق على أنه تم تسريبة عندما قامت عائلة بيرد بنشر مذاكراته عام 1974 كتخليدا لذكرى واكتشفت حينها أعظم حقيقة سرية عن الأرض ولكن أطلف قسم قبير من تلك المذكرات وتركت هذه القصة لأن الحكومة قالت وقتها أنه من الصعب لأي إنسان تزديقه من الممكن الحكومة الأمريكية تركتها لحتى ينقال عن ريتشارد أنه كان يشوف إشياء من خيالاته بحال إذا كان ريتشارد مصر بأي أخبار من طرف تاني بس حقيقة القطب الشمالي بتخلينا نشك بأغلب الأمور يلي باتت من البديهة على رأسه شكل الأرض الحقيقيقة وخدعت القرن العشرين يلي بدأت فعليا بعد رحلة الأدميرال ريتشارد إلى الجدار الجليد المحيط أو كما يعرف اليوم بالقدب الجنوبي واكتشاف أكبر حقيقة غيبية هناك طيب هل نحن منعيش داخل قبة مغلقة؟ وهل القدب الجنوبي عبارة عن حدود لأراضي أخرى؟ طيب شو في خلف تلك الأراضي وشو علاقتها برحلة ذي القرنين؟ وشو هي قصة حملة التجميد العميئة يلي قام بها ريتشارد بيرد؟ وشو هي عملية دومينيك الصاروخية نحو قبة السماء؟ بل شو هو سر أنتارتكا الأكبر يلي من روى؟ بعد في كتير أمور الأسرار حنخليها لجهزة الثالث من سلسلة وسائقي الأسرار للقدبين معلومة غير إضافية قبل ما انهاء هذا الفيديو مين هو بيري ريس؟ هو أحمد محددين بيري هو قبطان بحري وراسم خرائط عثماني مسلم وينسب لإله أنه هو أول مكتشف أمريكا الحقيقي بعد الكشف عن خرائط بتعدل إليه لا تنسوا الإشتراك بالقناة والدعم لإليه وإذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوا لايك شير كومنت بشوفكم بجزء الثالث من سلسلة وثائقي أسرار القطبين باي